موسيقى أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام بالخير والمحبة ونطلع عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت حلقة مختلفة بأحداثها بتفاصيل كثير من الأمور اللي رح نتطرخ بها على مدار ساعة تلفزيوية البداية من أهم الأحداث اللي هي اليوم كان أكو مؤتمر أو جلسة بين وزير الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية للإعلان الرسمي عن الزي اللي رح يرتدي أبطال البارالمبية في أولمبيات باريس يوم عشرين بالشهر بصراحة ما تقدم اللجنة البارالمبية من أمور كثيرة منها زي اللي رح يشتغلون به من تنظيم من أمور كثيرة شي مهم جدا وشي يحسب للجنة البارالمبية أيضا تدخل الوزير بالعونة الأخيرة بحل موضوع الأموال للجنة البارالمبية هاي تحسب لوزير الشباب والرياضة واللي احنا قبل يومين ثلاثة نزلنا خبر اللجنة البارالمبية تقرر الانسحاب لأن المالية ما قابلة تصرف أموال وهيش بطولات إذا أنت توافق على المشاركة وما تروح تشارك ما يعرفون أنه أنت عندك أموال لو ما عندك أموال مباشرة ياما تجيك عقوبة ياما يحرموك من المشاركات لكن تدخل وزير الشباب والرياضة اللي عالج الموقف تدخل شخصي لرئيس الوزراء تدخل شخصي للمالية ممكن نعالج هذا الموقف ونحل خلال ثلاثة يام أنا بس أريد أشوف من أكو فلوس وأكو أموال ومرصودة المالية ليش تشلب بيها إذا ما عندكم فلوس لا تطول للعالم عندكم فلوس أنت بس ما تنطون وتبقون مجلبين بالأموال على شنو أكو ناس عندهم مشاركات أكو ناس عندها بطولات عندهم التزامات أنتمو تطون وتبقون الفلوس يومكم وتشلبوه وتريدون الناس يتوسلون بيكم دولة رئيس الوزراء يخابركم الوزارات تخابركم قبل فترة قعدتوا ومبلغين وزارة الشباب والرياضة احنا بعد نهتم أنه على الواردات تتجينها ما ننطي أموال شنو ما تطون أموال وين فلوس العراق وين دا تروح وين دا تروح ما تطون للوزارة وين ما تطون للبارالمبية وين تطون تبنون مشاريع وين تطون تطون الجسر قرطبة اللي بنيتوا وراء شهرين همينة سديتوا الطريق بأعمال صيانة وين تروح فلوسكم لعاد وبعدين أنتم تعرفون الرياضة المتنفسة الوحيد للجماهير لا تظلوا أن تدعمون أشخاص وأمور وإحنا ما مستفادين بها شي مثل ما تدعمون كرة القدم اللي احنا كل شي ما مستفادين منها مدربين ما مستفادين لاعبين ما مستفادين جمهورنا ما مستفاد روحوا دعموا بقية الرياضات بدل ما تبنو لكم ملعب بمئة وخمسين مليار أروح أبني لعشرة خمسطعش عشرين قاعة رياضية متعددة الألعاب أبني للسلة للطائرة للتنس لكثير من الرياضات أروح أبني يومية باني لي ملعب وبعد ما كاملوا هذا المقاول هيتش وفلان هيتشي جاي يذبوني فلوس ولا داني بني ملاعب الكرة القدم هو بس تيل ومدرج لا بي حمام لا بي شاكوزي لا بي قاعة جيم لا بي مسبح لا بي مرفقات البقية كقاعة أو ساحة أخرى للتدريب مسبح الكوفة وغيرها من مسابح مسبح الكوتة وغيرها هاي هذاني المهملات هذا مسبح الشعب الدولي روح أشوفوه شون مهمل وتريدون ننطلع بطل شون ننطلع بطل شعدنا احنا ونطلع بطل إذا رئيس الساحة والميدان مجلب صال لعشرين سنة ورئيس اتحاد السلام مجلب صال لعشرين سنة شون نجيب بطولات احنا تحشون على أولمبية وبرالمبية ووزارة شا ليهم دولي أكو هيئات عامة هي تحاسب هاي المفروض الدولة صدر قرار تحاسب هؤلاء يعني شنو فقط أاخذ أموال وما قدم لو أنطي أموال بأمور أخرى ما أستفاد من عدها هاي الفلوس بنطيتها للقدم يا رئيس الوزراء الاتحاد هاي الملايين اللي أخذها هو بعدها مطلوب طور مدرب طور لاعب قدم شي واليوم يجيك مدرب المنتخب لو اللي يريد مليار على عقده خلو بطلع قول ياباني ترى ما عندي هاي المكانية اللي أقود المنتخب بالمرحلة المقبلة تريد مليار شنو تريد مليار على أي أساس جمهور يحبك جمهور دعمك الإعلام وياك الدنيا كلها وياك تجي هسا أنت تلزمنا من نيدنا توجعنا تريد مليار على أي أساس يا باتة تريد مليار على أي أساس زي أنت غلا بالتايلند وكم فريق بآسيا أنت تريد مليار إذا رح تغلب اليابان وتغلب كوريا وتغلب إيران وتروح الكاس العالم إش قد تريد عشرة مليار تريد راتبك يكون سكن وطعام سيارة خاصة ومدلل شنو اللي تريده بعد ما حد ينتقدك يوم 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 دولة رئيس الوزراء بعد ش تريد كاساس بعد ش تريد ش تريد بعد يبطيك العراق كل هذا وإحنا بعدنا ترخوان ما صعدين الكاس العالم كل هذا اللي توفر له إحنا ما صعدين الكاس العالم بس أنت من تجي اليوم تلزم العراق من يدد توج أتريد مليار لا ألف مدرب يجي غيرك أو ألف مدرب أكو أفضل العراق ما يلوي مو سأنت تجي تلوي ذراع العراق والله عودت أم أهلنا صح أهلتنا أهلتنا وغسه وأقول أي مدرب يجي قود العراق إحنا نتأهل بكاس العالم ما دام تلعب بالعراق بس كون أكو موقف ويد جماهير بس ما لأنت هسه تلزم العراق من يدد توجعه هذا سببه ضعف الاتحاد ضعف المكتب التنفيذي ضعف كيف يتحاملون مع العقود والله مجرد جبنا مدرب أخذنا كاس الخليج طلعنا من أمم آسيا طلعنا من الأولمبيات شنو وراء الخليج شخذنا أخذنا بطولة الهند شخذنا صنعونا خمس لاعبين ست لاعبين راح نشوفهم بالكاس العالم ترى هما نفس اللاعبين تجيبه مننا خليهنا ترى حتى المنتخب الأولمبي تسع لاعبين هما بالوطني فلاحادي يتجذب على العالم لاعبين هاي إمكانياتهم هاي لاعبينه بس ما رأيته ستيجي وصير متفضل علي وتريد مليار وانت تاخذ سبعمائة وخمسين شنو مليار وسبعمائة وخمسين شنو وين الترسح أحدني وين ممصني شنو الحققت ليه خلوا الله بين عيونكم والعراق ما يوقف على مدرب تقدر استمر واستمر بالممكن والعراق اللي يقدر يقدمه ما تقدر الله وياك ألف مدرب يتمنى يدرب بالعراق وألف مدرب يتمنى يجي للعراق ويصيل له اسم بهذا الجمهور وانت شفت بالبصرة شنو العراق وبأي بكان فالعراق ما يوقف لا على لاعب ولا على مدرب ولا على رئيس الاتحاد ولا على علام ولا على أي شي عراق عنده جمهور وعنده ناس تقيمة وتعرف شنو مكانته انت بعائلتك أكلك وشربك وطيرانك تكت طيرانك شو كنت ما تريد تروح لإسبانيا وتجي هذا كله هسا تجي تتلزمني مني دي توجعني تريد مليار على أي أساس على أي أساس شنو قدمته مجرد تأهنه بس ما خلص تأهنه لنهايات كأس العالم تصفياته تأهنه بيها وهذا الحظ وقعك ويا مجموعة عيدا مجموعات غرباسية والبقية هسا تسوي قرعة غرباسية وقعه ويا نفس المجموعة مجموعتك سهلة هم زين ما وقعنا ويا اليابان ويا ايران ويا هاي المنتخبات استراليا كنت كان طلابة عشرة مليار روح نرحب بضيفي واحد من المدربين اللي قدموا ما قدموا للرياضة العراقية ودائما ما يحقق إنجازات بدوري الممتاز إلى دوري المحترفين دائما ما أنه نطمح نشاهد هكذا مدربين بالممتاز بدوري المحترفين لكن يحسون إنه ما يقدموا بالدوري الممتاز هو أفضل من ما يقدم في دوري المحترفين رغم دوري الممتاز هو أصعب من دوري المحترفين بتحكيمة بملاعبة بعدها من نقل التلفزيوني بمشاكلة بكثير من الأمور أرحب بالمحترم الكابتن علي عبد الوهاب حياك الله كابتن علي وهاب جدا جدا ممتل لتواجدك الله يسلمك أشكرك على هذا الإطراج جميل تحياتي لك الله يسمك تترك الممتازة وتبقى بالمحترفين وليش هذا دائما إنه نشاهدك خلاص بصمتك إنه هي ممتازة تبقى بهاي البصمة لو المحترفين تشوفها مختلف بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة هو المدرب يعني إنه أي عرض يتلقى سواء كان المحترفين أو الممتاز فبالتأكيد يعني إنه يقبل المهمة ضمن الشروط اللي هي وضحها قبل ست مواسم أو سبع مواسم يعني اعتزلوا من أخواننا اللاعبين منتخب الوطني وتوجهوا إلى حق للتدريب وأنا أعتقد ذاكرها يعني مرة أنه توجهوا إلى حق للتدريب والإعلام بصراحة يعني سوقلهم بقوة وبنفس الوقت هم يعني ناس محترمين وجديرين جديرين بالمهمة ويمتلكون أفق واسع في كرة القدم لذلك صارت الفرص أعتقد ضئيلة إلى كل المدربين بالإضافة إلى أنه النظام الجديد أيضا يعني الفرص أصبحت كلش ضئيلة للمدرب الوطني الدليل التوجه نحو المدرب الأجنبي أو العربي من حق الأندية أنه تتعاقد أي مدرب لكن أعتقد هذا مشروع مخطط للنيل من المدرب الوطني واللاعب الوطني والدليل أنه اللواح مال هذا الموسم ستة محترفين خمسة لازم يلعبون خمسة من الرديب خمسة من الشباب أعتقد أيضا رح يصير فاض باللاعبين من الدور المحترفين قد يكون أنه الدور المتازم يأخذون فرصتهم فهذا السبب والدور المحترفين سهل جدا أسهل من المتازم مثل ما تفضلت لنصلط الأضواء عليه وبعدين دائما ينطي دافع للمدرب لللاعب للجمهور ونفس الوقت يحدد النشاط السيء من اللاعب من الجمهور من المدرب قرارات الاتحاد هي النيل من المدرب والله أشعر شعور قوي يعني هذا يعني أشعر مخطط يعني مشروع والدليل أنه البارحة يعني حتى شفت مقطع للأخ بسام رووف يعني الرجل لاعب منتخب وما متوجه للتدريب بس يعني شفت حريص يعني على المدرب الوطني وأني ممتن منه بصراحة يعني يحكي بحرقة يعني يقول على المدرب الوطني خليشوف لغير شغلة بعد زين زين هما شود على كلامكم النيل واليوم المنتخب مدرب محلي منتخب ناشئين مدرب محلي الأولمبي محلي ممكن إذا طلعك أساسي يقول لك راضي يقعود الوطني زين وين النيل بهذا الموضوع لقد أحكي على مستوى الأندية وبعدين بنفس الوقت ليش المدرب الوطني شبيل بالمنتخب الوطني يعني إحنا يامر انتقلنا المربع ثاني باستثناء أثناء أستاذ نبيل وبهي شي ظروف من صعد كابتر راضي حقق الهدف أما ويال مباريات الارجنتين ويالمغرب مسألة طبيعية الفوارق واضحة جدا أنا ما علي خرج عن المألوف وعن الآداب وخرجت عن يعني يكون مفردات جارحة كلش وما يستحق كابتر راضي زيان شبيه المدرب المحلي عمادي شبيه جاب ثاني بآسيا راح الكاس العالم وطبيعية جدا أنا مماردح يعني أكو إعلاميين يعني غيني شهد عادلوية البرازيل نزل حلقة وقال بعد عدي حلقتين نزل حلقة قال بعد عدي حلقتين فما نزلن حلقتين ومتعادلوية البرازيل للأسف الشديد يعني المدرب الوطني دائما يتفعل الثمن من جراء أخوان العراقين ألم هذا بيكم؟ طبعا يألم أنا بالنسبة لي ما يعني عدي لاموبالات من ضمن أوليهتي بس أكو مدربين طاقات رائعة جدا كابتن إحنا ليش نقول ليش ما نقول أنه ليش اليوم كاساس بدي حقق نتائج باختيارة لللاعبين حساني قتلك هستشفت أنا اليوم العراق ما يوقف على مدرب كاساس أو غيره بس اليوم ما كان أنه نقدر بغير لاعبين نظهر بأفضل كابتن هاليوخات يعني أنت لو موجود مثل سعد عبد الأمير لو موجود أموري فيصل لو موجود عبد الرزاق لو موجود أمير العماري لو موجود زيدان قبال جلال حسن هاي خمسة لاعبين ما ممكن أنت اليوم أفضل من الموجودين عندك لو هي مثل يعني خواطر أنا ذول يصعدوني لازم ذول يبقونوا يا أيا مو أنت ذول يصعدوك على منتخبات وإنت رايح تقابل منتخبات بحجم مثل ما ذكر جنابك الأرجنتين أوكرانيا المغرب لماذا إحنا مثل هذا لعناد أنه أنا خلاص ما ريد كابتن سيد نبيل بس ما ريد تقول لي أنه خيارات مدرد لا 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 خيارات تعد منه كابتن واحدة من مواصفات المدرب الجيد أنه انتقاء لللاعبين يعني لازم يختار زين صح يعني أخفق كابتن راضي ببعض الأسماء يعني إحنا أنا متفقوا إياك يعني أنت معددت لها الأسماء صح وأني ببالهم أسماء غيرها مثل بسامة بالشرطة مك محمد قاسم مثل لويل عاني ذولا شوي يقاحهم سريع ويتناغموا المجموعة اللي هذا بس هي قناته وبعدين هو معاصر اللاعبين وبعدين هو عدة تصور كامل عن كل اللاعبين فاته ما تقير تفرض عنه لأنه هو صاحب القرار هو صنع إحنا علينا نمطي وجهة نظرنا شنو أخطع راضي يعني باختياره لبعض اللاعبين لا أكثر خاصة الفوق القانوني يعني كان المفروض سعد ناطق مصاب سعد من اللاعبين البارزين لكن شان مو بالضرورة أنه يروح لباريس مثلا اللاوندي جميني صعبة قوية خطية وتعرض إلا وصل للموت ها كان ممكن بالاستحقاق القادم يمكن نشاركهم لكن إحنا دعمنا كل اللوت تمني أستاذ نبيل مرحلة والتجربة راحت وانتهت علينا نستفاد من أخطأ راح نستفاد على الصعيد المنتخب الوطني بهاي الأخطاء إذا يصير عندنا صدر رحب والانتقاد تقويمي من قبل الإعلام من قبل الجماهير إذا كان الانتقاد تقويمي ممثل هذه المرحلة لحد اليوم يعني شفيت مقاطع فيديو من بعض الجمهور اللي 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 يسمع كابتن راضي مفردات اللي ما يستاهلها وهذا الشخص أعتقد عنده عقد نفسية زين شوف كابتن انتقد بس لا تتجاوز نحن ضد التجاوز نعم ضد الإساعة ضد كل شيء هذا التحذر كابتن هذا التحذر يعني انت انت قد تقول خيارات غير موفقة عفظ انت قد تقول الأداء سيئة انت قد بعض اللاعبين نعم بس انت لا تسيئ اللاعب ولا تسيئ المدرب هذا هم عنده عائلة عنده أولاد عنده طالبين بالكلية مثل ما تفضلت صح انت بالإعلام من تدخل أول مرحلة يعني الممكن انه لا تنتقد على الشخص تقول لنا انت فاسب وانت مزور وانت اخلاق كيج لأن هذا صاحب أسره هاي أول سمة من سمات الإعلام لكن للأسف الشديد صارت عنها عندنا خرقات قوية جدا لأن ماكو مخاسبة ماكو ضابط وبعدين يعني شوية يعني الاحترام تحس يعني قل لذلك انه صار تفسخ اجتماعي وان شاء الله بعدين وما تتقوم أساسات الدولة أعتقد الوضع يختلف بعد ما تتروج مفاهيم إنسانية وعقائدية بكثرة والناس يتأثر بها أعتقد يتغير لكن احنا تعرف احنا مرنا بمراحل معقدة جدا يعني ثمانستين حرب اشتياح الكويت حصار الأمريكان صار اختناق ثقافي عندنا أجيال ثلاثة أجيال سذج يعني بعيدين كل البعد عن الثقافة المختلفة يعني لا مثقف اجتماعيا لا اقتصاديا زين كل هاي الأمور بصراحة يعني أثرت بشكل واضح على سلوكية الفرد تمام شو يعني مثل ما يقولون أتعارك وياك لأن انت اليوم البعض يحس انه جاي تدافع عن المدرب المحلي وبقوة وبقوة مسؤولية من خروج لاحبين يعني هل يأخل اليوم دوري بحجم دوري اللاليقة دوري المحترفين حشرين نادي ما عد نفت خمس مدافعين نعتمد عليهم بالمنتخب الوطني وين الشغل من المسؤول مسؤول انت لو مسؤول رئيس النادي لو مسؤول الجمهور لو مسؤول الإعلام لو مسؤول الاتحال من المسؤول اليوم ما عدنا لاعبين شوفوا سيد نبيل يعني أنا يمكن اختلف الوحيد انه علاقتي بالجميع وثيقة وطيبة جدا صح اجتماعيا ورياضيا صح لكن في اليوم حدثت روحك وقدت روح النادي القوة الجوية روح النادي القوة الجوية سووا لكم فريق جولكم مدرب على مستوى عالي الفريق الفئاتي العمرية وتطوع عقد مشابه للعقد الفريق الأول أو أقل بقليل زين وفروا لهم الخطوط وفروا لهم النظام الغذائي مثل ما تفروا للفريق الأول حدثت روحكم انتوا الإعلاميين وجهتوا رسائل لهاي الاندي ما يستمحون هاي الاندي العريقة ها لو مفكرين كنا بالفريق الأول كنا مفكرين بالفريق الأول ليش أنا هساني من يجيني عقد من فريق شباب نادي مثلا القوة الجوية ده جي مثلا أنا أحب هذا النادي أنا شخصيا أنا أحب هذا النادي من يجيني عقد من شباب نادي القوة الجوية وراتبي يساعدني على أنه تقطيت مستوى المعاشي أو يتناسبوا مستوى المعاشي ليش ما نروح حتى نأسس للاعبين أساس جيد الإدارة اهتمام بهذه الفئات زينة لو مو زينة هو هذا استاذ هاي وحدة من الأسباب واجب لإعلام أنه أنا أقول لك روح سوي أقول للجوية روح وسوي واجب لإعلام لو مثل أكوهي أعامة أكو الاتحاد ممكن يجبر الأندية على إقامة دوري فئات عمرية والهتزام سيد نبيل تقولون الإعلام شريك طبعا هاي 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 ما يسمعون من الإعلام لأن ما عندي السلطة بس الاتحاد إذا يدز كتب أنه أنا أريد دوري للفئات العمرية معقولة ما يستجيب ما حد يسمع ليه إحنا قبل من ندخل الستوديو منتفقين على كنا وذاكرنا بأمور الزوراء ومعور هذا زيان ذكرنا على أنه يكون مهتمة بالفريق الأول صح متمام لولا وهم عتبنا على كل الهيئة العامة ومالي الاتحاد يعني هاي جوة البلاي أوف هاي كلها حلقات زايدة كانت صح تمام لولا صحيح لذلك كانت المفروض لمرحلة هدوء الأندية تستقطب براحتها تمام لولا صحيح هاي فترة راحة المدرب المدرب ياخذ قصة من الراحة يسترجع عمله وين خطأ حتى صحيح يعرفش يختار وين الإيجابية حتى يعززها صح هاي المرة كلها ياخذت وقت مع هذا نرجع للموضوعنا أنه تأسيسنا للفيات العمرية أكبر خطأ لأنه ماكو اهتمام بس فقط من تجي المسابقة فقط نعم زيان أضررت بتواجد ست محترفين بالممتاز من محترفين بالمحترفين سينهاي شلون سين نبي راح شوفك إشقد الفائض راح يصير من اللاعبين حتى بدور المحترفين قد يكون مياه أخذهم فرصة بدور الممتاز لأنه 16 لاعب وسته محترفين وثلاث حراس هاي 25 خمسة من الشباب وخمسة من الرديف هاي 35 ستة عش لاعب ستة عش لاعب ستة محترفين 22 ثلاثة حراس خمسة وعشرين خمسة رديف وخمسة شباب أو ثلاثة شباب هاي ساعة ثلاثة وثلاثين خمسة وثلاثين زيان المدرب إذا يعني يريد ينطي فرصة الجماعة الرديف وجماعة الشباب وهذا وخص صرفة خسارتين متتالية الإدارة تتحمل تتحمل بقاء لهذا المدرب لا إحنا بالعراق ما تتحمل لذلك ماذا قد رح يصير فعب أنا أعتقد هواية فاض مدربين ولعبين مدربين ولعبين مدربين ولعبين لأنها ستتسعرض الأسماء هسا النفط البصرة كرواتي دهوك سويدي من أصول كردية الكرخ من الإخوان المصريين بعد الميناء كربلة هاي هاي لقدام هاي خمس مدربين يعني رح يجعل أزمة عندنا بصناعة اللاعب مقلت لك البارحة شفت مقطعة بصراحة وتفاعلت يا من الأخ بسام وكان متألم جدا يعني ناشد المدربين يا بشوفو لكم غير شغلة فعلا آه هي نعم زياد هنا ماكو دور للأندي يا أستاذ علي ماكو دور إنه يا أبا تعالي أذير الاتحاد يعني دور لندي أشي سوي إذا أبو كربل يقول أنا ما أدعمك إذا بنجيب مدرب أجنبي أكيد هذا من يدعم المحافظة ولا واحد عظم مجلس المحافظة شو مدخل المحافظات ما أعرف أنا أعرف جوز توجيه ما دير تبر توجه هو توجه طبعا توجه فد الرياضة سانس قلت لك أنا قلت لك هو مشروع أنا قلت لك هو مشروع والله العظيم قبل سنتين قل لي أغني الشهد مشروع تحياتي لو حيدر تحياتنا الكابتن وحتى العام أكد لعلي أستاذ ناجح زين مشروع قبل موسم قبل سنتين قل لي كابتن قل لي شو قل لك قل لي أكد مشروع يجي وقت من الأوقات أنه يقصون المدرب الوطني وحسا حتى على اللاعب لعد إحنا بعد لن طال لا بعد أكد مشروع الحكام لا مشروع الحكام أيضا هذا استقطابات ومدرشين لأن هاي سببها أيضا جماهيرنا ولاعبين المحليين ليش لأنه من يدرب من يحكي منه مدرب وطني نحمله أكثر من قابليته ونهت آرق وصير ورهاصات وريد نذب الخسارة كلها بي تمام لو لا بس من يجي الأوزبكي من يجي من بره لا لذلك هتنعكس علينا بنشاطاتنا الخارجية ما نقدر نحكي وياه حكم وأكو بعض مشروع ما أقدر أتسحكي بي اللي هو لا ما أقدر أتسحكي بي ممكن لا ما أقدر أستسبق الأمور أكو لأنه هم خطير جدا أصلا ما أقدر على الناس الهناني بطبيعة ما أستسبق الأحداث وأني متفائل أتمنى كل شي ما يصير ضد الرياضة يعني يخص الشهاي يخص لا 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 أيضا حتى ضد المدرب زين ما ممكن أكو أقفة من المدربين والله أنا متحمس جدا من المدربين من بعض الأندي متحمس جدا أشو الأندي هي تروح تجيب المدرب المحلي تجيبه بسعر وذا مدرب أجنبي هو ما يمدرب لنادي نادي يجيبه أضعاف هذا السعر بينما المدرب المحلي يجيبوه مثل ما نقول ويحملون عليها ويتحمل الضغط وبالتالي يطلع موزين والبقية مدلل النجح نجح ما نجح فيما لا الله ما أحد ما أحد يسأل طبعا نعلى أسف صحيح مو صحيح كابتن صحيح صراحة بس الوقفة ممكن أنا أقول لك الوقفة ممكن لازم يصير وقفة لازم لازم يصير أول مرة شنو اجتماع موسع مع صناع القرار يستمعون للآراء ولازم هذا الاجتماع يجردون عن الاهتمامات النظرية مو بس يسمعون كلامات معسولة ومدرش شنو وكأنه بس هم ما يفتهمون والباقين القاعدين ما يفتهمون هاي لازم يعني اليوم مشكلة اليوم مشكلة كل شو أنا غادي نار أنا بداخلي كل جوارح يعني مع المدرب الوطني لأن المدرب الوطني هذا اللي يتحمل كل هاي الأحداث في ليش غادي نار غادي نار لأنه لازم تفهمني يا زميلك مع العلم أنه أنا ما عندي فرق بين الإنسان إذا هنا بالعراق إذا بقصى قريب العالم هو إنسان لكن بهذا الجانب لا ليش لأن كل المدربين الشباب هسه لعدنا من غني إلى قحطان إلى باسم إلى أحمد صلاح إلى لوأي إلى المساعدين حسين وغيره كلهم يعني إلى عماد إلى أحمد كاظم إلى راضي شيش التعبوا ونفسهم موصلوا لهذه المرحلة أولاً السيفي مالهم يساعدهم على أنه يصيرون مدربين لاعبين منتخبات وطنية دخلوا دورات تدريبية شافوا العالم كثيراً عاصروا وي أندي يعني بالتأكيد أفقهم واسع مفاهيمهم جيدة ليش أنا ليش أقصده له هذا اللي يجعل هذا اللي تقول أنه أنا أنا مو نرجسي يمكن له غيري ما يقدر يح يدافعاً عليه وقت صح أنا مو نرجسي صح بس هذا اللي جعلك أنه تكون نار وأنت أول شخص تطالب بوقفه لإيقاف هذا المشروع طبعاً لأينا وطيري شنو كابتن إحنا طلعنا مظاهرات بالألفين وعشر نشنت على الكرخ أستاذ حسين سعيد اللي أقدم لكل الاحترام والتحدير مجرد أي شي خطوة أي شي يعني موقف بسيط جداً كانت لاعبين رواد لاعبين القدامة نشقوا بيناتهم شيفي الاتحاد يتمنى مجموعة وتخلى عن مجموعة ووقفنا تخلى عن مجموعة ووقفنا ضد هذا القرار هالرجل نزيه وتاريخ وكفاءة إدارية زيان بس بعدين المظاهرة من ضمن التحضر يعني مو مو تطلع مظاهرات وتسمع الناس يعني مفردات داوية هاي عم أرزاقكم يعني مثل أنت جاي تجيبه هو أفضل مني هو مدرب أكثر مني هو الإمكانية اللي عنده أفضل مني زيان أنت ليش ما توفر لي مثل ما توفر لي يعني يعني والله يعني ممكن اليوم أعرضها إذا لحقنا يعني قطر كابتن وسام رزق وطلال لبلوشي تدري شوى اتحادهم وسام رزق دزلتك لتلكم أدريد معايشة سنتين سنة طلال لبلوشي دزل مثل البرشلونة معايشة فلا تقريبا كل سنة يدزدفد عشر مدربين شباب على حساب الاتحاد بدون ما حد يدري وبدون ما هذا يحكي وذاك يحكي يدز مدربين محايشات ودورات تدريبية ويرجحهم شوى سيد نبيل مع العلم هسا هم ما ما يدربون نادرا ما سيد نبيل هسا جينا احنا قبل خمس سنين ست سنين قلنا يا بها هاي رابطة المدربين ليش ما متفعله خل الطالب الاتحاد على أنه أي مدرب ياخذ الدوري يدزو محايشة وأي مدرب من الشباب يا أهل ياخذ الدوري إذا ما تقردزة معايشة جيب لمحاضرين على مستوى عالي ها سولهم دورة تدريبية هنا مجانا على حساب الاتحاد هاي هواي بالنسبة لإمكانية العراق لا موكو مو هواي وبعدين لا المعايشة ولا تدريب موهبة أستاذ وتتواكب الحدث وبعدين أنت تقدر تخرج أنت تقدر تبدع شبيل كفاءة العراقية هذا العراق اللي عمره سبع تالاف سنة أبو الحضارة وكل العلماء وكل هذا من العراق شبيه يعني ليش إحنا إلا الأجنبي ممكن أن يكون دول تشتغل على أسقاط النجم العراقي الكفاءة العراقية لأن بدينا نرجع للعرب وليأسيا وقبنا نرجع بقوة ممكن بدأ ويتخوفون من عندنا كابتن ومن كفاءاتنا هي ليش ومن نطور كرة الخليج وبلاد الشام غير المدرب العراقي واللاعب العراقي صح هن لها المدرب العراقي اللاعب العراقي المدرب العراقي هن تمام لا لا مساهم بشكل مباشر بتطوير كرة القدم هناك مو أول بلد خليجي عاد علاقته مع العراق قطر واستقطبوا لاعبين ومدربين من هنا صح ولازال أكو عندنا أسماء تعمل بقطر مو صح لذلك يعني مو قلت لك أي مدربة ستجيبها دقاعدة ما يقدر يدافع عن جماعتها بس أنا بقوة شنو برأيك رح يصير والله قلت لك رح يصير فائض رح يصير رح يصير بطالة يعني وأعتقد المدربين إذا ما مقتنعين إنه يضربون بدور الممتاز هاي السنة سنة الأخلاق يقتنعون يضربون بدور الممتاز طبعا يعني هست أساني عددت لك خمس فرق والجوية وزاخوها سبع فرق يعني هاي سبع مدربين ومساعديهم أوت لا أكو موضوع حسا كلش مهم حتى بالمحترفين يعني أنت مثل لاعبين النادي يحتاج 15 لاعب محلي بس سين هذا المن يجيب المن يجيب يا الله المن يجيب يعني هساني هسا بامانة صح لا غلق لأنه ثمانية محترفين هساني بامانة بقدرد لازم أطلع تسعة اي يعني قوانين غريبة غريبة جدا وعلى وده يجون بمستوى حالي يطور لله كابتن قوانين غريبة ولوائح غريبة ومعقدة ويحتاج لها إعادة نظر بصراحة اها نعم منتخبنا نعم عندنا اللاعبين والإمكانيات اللي نقدر نعتمد عليهم منتخبنا نقدر والمجموعة نقدر نجتاز بتأسيل الله لكن أنا إذا أستغرب من بصراحة من مقدمتك بخصوص كاساس كاساس الشعب العراقي كل دعم الإعلام كل دعم نعم حتى المناوين للاتحاد دعمي الكاساس صح وهذا الشرط غريب يعني يريد مليار أنت متعاقد للستة وعشرين تذكر للستة وعشرين يعني هذا هاي المسجدات اللي حدثت لفتت انتباهكم بصراحة لفتت انتباهي هسا الآن أنا يريد مليار حتى يجدد وسمعة الأخ رئيس الاتحاد يمكن قال شكلنا لجنة حتى يتفاضون ويا برياسة النائب الأول والثاني والأخ أحمد الموسى يمكن ثالث إياهم فأعتقد يعني مو وقتها لأننا نحن على باب المباراة كل كاساس اليوم مثل ما نقول لازم نمنيدنا توجعنا لأننا بعد شهر عندنا مباراة بس هو العقد شريعة المتعاقدي نشوف شكوك إذاك فقرة تسمح له كل موسم أنه مثل اليوم مثل الشهر السابع أو الثامن أنت تعد التجديد معايا نقعد نتفق يكون تفاوض بين الطرفين هذا ما يعني فهمته يعني هو هسا كاساس محق أنه يطالب بالزيادة هذا الوقت يسمح لكاساس يطالب بالزيادة أو يستمر أو يبطل من حقا كاساس المفروض يرفع القبعة للاتحاد لأن ما ما عمله ليش لأنه ماكو يلا استعرض لكل الأزمة يهل طلع من بطولة آسيا وبقو المدرب كل أقصاء ماكو متمام صح فلذلك شوي يهم على كيف هو يا أنا عندنا مدربين ممكن يصعدون بين الكاس العالم بصراحة ليش لعد عندنا طبعا من يقدر يصعد نا الكاس العالم يقدر غني يقدر باصم قاسم زين يقدر أيو بديشو ثاء رحمد دول يقدرون كلهم كلهم يقدرون والله طحطان شين عندهم تصور عن اللاعبين وعندهم تصور ومطورين نفسهم حسن أحمد دول كلهم طبعا يلا حسن لا شيء خلق في كرة الميناء سوان عطافة كبيرة ليش نجاه للمدرب الوطني ليش هذا القاه ركافتين طبعا والله العراقي دائما حقوق موجلة دائما حقوق يضرب ويصير وكل الأسماء اللي ذكرتها ما محتاجين لا منتخب ولا نادي من الناحية الاقتصادية يعني يقولوا لك إسه البعض تعرف تليوم جمهور يقول لك ممكن تجربة راضي أثرت على المدرب المحلي بالأخص في أولمبياد باريس ممكن انعكست على كابتن غني انعكست على حكيم انعكست على حسن كابتن حكيم خمسة سنة عن البهجة والسرور في ظروف معقدة كان يعيش العراق وما راضين عليه تمام لو لا صح زيان بعدين شرفك هاي الهجمة على كابتن راضي اعتباطا عفوية لوم منهجة مو سبع بيجات مدري ثمانية انا ما اعرف هاي الاسماء والله العظيم سبع بيجات مدري ثمانية يقول لك هاي الفلان وذن شل فلان وهي حيب حكيم يقدر يساعدنا حكيم حكيم يخلق لك جوهة سرهيب ناهيك عن المستوى الفني ليش مو خمسة سنين قلت لك صنع عننا البهجة والسرور ولا وكان العراق يمر بظروف معقدة جدا تمام ابقى اياك شوية ما اريد اشوفك بهذا لا لا بالعكس ويجع الابداع لك اروح اشوف تصريح لوزير الشباب والرياضة شنو اللي يتحدث به اليوم مراسلنا وسامي الياسري كان متواجد في وزارة الشباب والرياضة حديث مع الوزير روح نشوفه نرجع وزير الشباب والرياضة ونقل معاناة اللجنة البارة رنبية لها سيد رئيس الوزراء لم يشاهدنا عرض الازياء والمشاركة بعد ايام للجنة البارة رنبية بسم الله الرحمن الرحيم جزء يعني اداري بسيط من عمل وزارة الشباب والرياضة في كثير من المحطات لم تصلت عليها في الاعلام وما ظهرت وهذا ربما الحديث والاداري هذا بشكل يومي يحدث يعني انه انت لانه المؤسسات الدولة مو بالضرورة تفهم يعني ربما هي تفهم مشاركة العراق كرة القدم بتصفيات كأس العالم بس ما تفهم بعض يعني مو بالضرورة تفهم كل المشاركات لباقي اللعبات بالنتيجة هذه مزئولية وزارة شباب والرياضة ويجب ان تتحلى بهذا الحرص وبهذه المسئولية وتتحدث الى المؤسسات انه هذه مشاركة مهمة عدم المشاركة وربما يعرض رياضة العراقية للخطر انا ما اعرف ليش دي تركزون عليا لكن مع ذلك دولة رئيس الوزراء استجاب بشكل سريع يعني هو لو كان يعرف يعني لقدم لتجاوز هذه من البداية لكن بالنتيجة ينتظر من الجهات القطاعية المسئولة اللي هي وزارة شباب الرياضة ان تقوم بواجباتها والملفع الوزارة شباب قامت بواجبها وتجاوزنا هذه العقبة واتمنى ان لا يصر تركيز عليه لانه ليس ذات شأن هذا جزء يومي من الحياة البيروقراطية اللي نعيش في مؤسساتنا نعم كبير من الحكومة للمنتخب الولمبي في المشاركة تقييمكم لهذه المشاركة مشاركة يعني نعم نتمنى ان يقدم المنتخب الولمبي نتائج طيبة يعني جزء من طموحاتنا كانت ان يشتاز المراحل المهمة لكن هذا هو حال كرة القدم نتمنى على كل الجهات المعنية في رياضة الانجاز بخصوص كرة القدم ان تعيد النظر وان تدرس وان تعرف اين هي الثغرة الموجودة التي منعت منتخبنا من تجاوز هذه المحطات لينتقل بذلك بمستوى لاعبينا الى مستوى افضل وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق نتمنى للبارالنبيين العراقيين الذين عودون بالنتائج نتمنى ان يعيدوا لنا البسمة التي فقدناها وان شاء الله ستكون هناك نتائج طيبة اليوم التقين بهم شفنا زيهم يدعوا للفخر فيه حضارة العراق ثقافة العراق قوة تماسك المجتمع العراقي حاضرة وهي رسائل الى العالم و الى الجميع حتى الى الداخل العراق العراق ما زال حاضرا و فاعلا ان شاء الله رجعنا اياكم مشاهدين الكرام بالتوفيق للبارالامبية و لوزير الشباب والرياضة وبصراحة ايضا تحسها ممتعب من نتائج المنتخب الاولمبي كابتن بصراحة نجحت مع المصافي وللحظات الاخيرة حسب معلوماتي المصافي متمسك بيك نعم صح؟ صح شنو اللي خلاكت تغير رعيك و تتجه مع العلم و تتحب الاستقرار لا كل الحب و التقدير والله ادارة متعبية ادارة المصافي ساد محمد دهلوز و استاد سلام و استاد أنوار و استاد محمد قاسين و كل الأعضاء ناس محترمين ناس طيبين جدا و وفروا لنا كل الدعم و نهضنا بالفريق و الحمد لله و الشكر وصلنا إلى يعني مراحل متقدمة من الدوري يعني تسلسلنا صار ثالث او رابع من خلال العشرين فريق بالوقت اللي تشننا من تأخرين يعني ادارة المصافي وتعاملها مع علي وهاب هو من جعل يقدم الأداء هو من جعلك أنه تصل لكن لم تتأهل شنو السبب يعني انت لآن ده تمدح بالادارة تقول الادارة ما قصرت احنا قدمنا وين صار عتكم الخلل يعني هي تجربة راحت و انتهت الخلل طبعا يعني بنوعية جودة بنفس الوقت احنا لزمنا الفريق كان نستلمنا الفريق بترتيب تاسعة وعاشر سادنا ودخلنا بالمنافسة بالتأهيل صح ايه فهس تفضل سيد الوزير ليه سحنا النظام البيرقراطي دنعيشه وهذا يعني يعني وحدة من عوامل التخلف هو النظام البيرقراطي روتين ودرشين وهذا لذلك خطية ادارة المصافي يعني ما عادة وحدة حسابية مستقلة يعني تختلف عن بقية المؤسسات النفطية لذلك يعني إذا تريد فشي بسيط كتاب وللمدير العام ولله هذا يعني التعامل الروتيني هو الروتيني ايه نعم يعني ردنا يعني من شروط العقد يعني يعني خطية مقدمة ما يقدرون يتفاعل عشرة ايه يعني لذلك أنا اكون كل الاحترام متقدير والله ناس محترمين ونزيهين ومتفاعلين والفريق يعني عكس امانة بغداد امانة بغداد ارث تاريخي كابتن امانة بغداد ارث تاريخي يعني دوام الصبح صح موظفين وهذا ونحن ندر راجعهم نادي بغداد اليوم البرحة من الخمسين حتى اكون معلومة انه خياراتك البعض اللاعبين بالأمانة مختلفة تماما يعني يعني لو اكون بعد بعد مو بعد عدي يعني بس ما ارضى على الناس عدك مو مو ماكو وقت كابتن لو عدكم وقت لا لا مو احنا اذا على واحد عشرة ماكو ماكو وقت والناس تقول عشرين تسعة هس غير هس يا جماعة الخير هس غير خلص غير الاتحاد خلصت المسابقات مالته مو يعيبون على ذاك الاتحاد يلا تقولونا شو كتيبدي الدوري المتاز شو كتيبدي نجيب المحترفين حتى واحد يعرف شو كتيشتغل هس هاي هم صعبة لا طبعا ليس ما محددين لكم ليس ما محددين ناس تقول واحد عشرة ناس تقول عشرين تسعة مع لأسف هاي هس هاي يعني مو صعبة مساءة بسيطة شنو طموحك طموحي أحقق نجاح وأصنع البهجة والسرور والابتزامة في كل هذا يعمل بي زيان ماكو طموح بصناعة لاعب كابتن علي وهابلو أصلا ماكو متابعة لللاعبين من البقية أنت اليوم تجيب اللاعب وتلعبه بس ماكو متابعة ماكو اهتمام ماكو نقل لدوريكم لو أكو هاي العمور ممكن كل شي يتغير أستاذ نبيل شوف يعني تجربتي مع المصافي أكو لاعبين صغار بالاستمرارية صار وابعنا زين تحسنت النتائج من الزج لاعب تجازب به ما تخسر صح لذلك كل مباريات التأهيل الصعبة اللي أقوى من الدوري لعب هذا اللاعب صح زين فأنت من خلال العمل يعني تبرز لك هاي شاء الله تقدر تفرزن يعني دي طور يعني استجابت زينها يعني تمام شو يريد سؤال أخير رأيك بما يحدث بين هذه الزورة الآن والله نادي الزورة شو بين هيئة مؤقتة وهيئة منحلة وبين فلاح حسن وبين أبناء النادي وبين هذا الجمهور شنو رسالتك رأيك ما يدور ببال كابتن علي وهاب أستاذ نبيل الزورة كيان كبير مع أنه أنا عشق الجوية تعشق الجوية تمام زين زورة كيان كبير وأني بصراحة يعني قيادة سيد فلاح حسن يعني مركزيتها تعجبني وسمعت لتصريح في اليوم سمعت لتصريح أنه ما يصير أنه ناخذ حقوق الآخرين يريدون كل الزورة لازم ياخد دوري ياخذ كيس ياخذها الزورة ما أخذ دوري ما أخذ كيسه هواية لكن هاي المراحل مرهونة بالجانب الاقتصادي يعني يعني أنا أشتغل على قد الفلوس اللي تجيني بالعامية وهي اللهجة الدارجة اللي يعني تمام لا لا صح نفس الوقت أتمنى في كل نادي أكو معارضة تراقب عمل الإدارة وهاي قمة التحضر والديمقراطية المعارضة كود منه من كابت النبي للمعارض مع العليوهاب أريد أنتقدني شيء حتى حتى أتحمس حتى أقدر أعالج مو أني إذا أنت تدهي مو أنت حالك مو أنت معالج تكفي الأموال بس تسمح لي الجانب الثاني هسه الجانب الأول من متاخذ بطولات لأنه أنت عندك التخصيصات مالتك ما تتناسب لاوية مع الشرطة ولا مع القوات الجوية صح فأني من صر الثالث شكل طبيعي يعني تسلسل طبيعي مع الشرطة والجوية والهذا متمم له صح بس بالمعارضة من تراقب عمل الإدارة من تنتقدني هسه واحد رئيس الوزراء البريطاني ذاك القديم يقول المعارضة للأسف الشديد ما تقدني انتقاد شديد يعني ماكو شيء أستفاد من عنده أريد شيء أستفاد من عنده حتى يقدر عالجه بسرعة يعني شطري الدور المعارضة الدور المعارضة تراقب عمل الإدارة تراقب عمل الفرق مالي النادي زين توصل بشكل مهذب للإدارة من تشوف عندهم ملاحظات يعني مو شرط انهم ان ينتقدني كابت النبي لازم تترسل تصير عدي نزعة عدوانية ولازم أقصية ولازم مدر شنو نحن ليه للأسف الشديد متسلحين بهاي لأنه واي يكون ناس متأثر متأثرين مو ثلاث مقاطرة السطح طبعاً أنا جداً أشكرك تجيني من منطقة بعيدة أو تتراجع تتساعد تجيني منطقة بعيدة هذا الشيء وأنا تدري وأنا أحب الظهور محاكم أنا تدري أنا ما أحب الظهور الإعلامي والله والله وأنا من أشوفك تدرب أعوفك الله يسلم بس هاي الفترة تختلف الله يسلم من تدرب أعوفك لأن أتمنى لك التوفيق وأعرفك أن تتركز العمل الله يسلم بس من موجود هم شوية نطلع هم نحل الهم الجمهور يشوفك إن شاء الله وأنت من النوع اللي تحفزه ملاعك المدربين الأصدقاء فالناس اللي ما تحكي علي وهاب هو هو اللي يحكي يعني ستة اليوم ماكو مدرب ما دافعت عننا منه حكيم غني شهد راضي حسن أحمد أيوب منه المدربين الشباب منه وأنا متأكد ممكن البعض بيطلع ما يذكر علي وهاب صح ما تمني هاي الشغل بيقدر واني أحفظ على مبادي الله يوافقك الإنسان بدون مبدأ صعبة الله يوافقك الله يسعني باللقاء السابق قلت لك قلت لك الإنسان يصنع المجد النفسه حتى أحفاده نفس صح أحفاده أولاده يفتخرون به لأن الانتهازي والوصولي ميدون أنا جدا أشكرا شكرا لتواجدك مشاهدينك كرام هذا ما يسمح به أختي البرنامج تقبلوا تحياتي والتحيات كاذر العمل هذا أنا نبيل طارق في الإعداد والتقديم نلتقيكم يوم غد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر